ورجعنا مرة تانية مشاهدينا وهنبدأ حلقتنا النهاردة بالمشهد المصري اللي كلنا بنشوفه بنعيشه دلوقتي والأبهر العالم كله اقبال منقطع النظير على انتخابات المصريين انتخابات 2011 وطبعا كان فيه اقبال شديد جدا وكان اقبال مفرح جدا وكل العالم اتكلم عنه النهاردة عايز اقول انه مش بس الاقبال الشديد والمنقطع النظير بس ما كانش في القاهرة لأ كمان كان في باقي محافظات القاهرة وده مشهد كمان جميل ورائع جدا هنتكلم عنه النهاردة وهنتابع الاحداث ونسردها مع بعض ونشوف سير العملية الانتخابية دي عاملة ازاي مع الاستاذة والسيدة الصحفية والكاتبة سوسن ابو حسين صباح خير يا فاندس صباح خير اهلا بيك طبعا في البداية عايز اعرف من حضرتك انتخابات 2011 وتعليقك عليها شكله عامل ازاي هي في الحقيقة زي ما تفضلتي جاءت بعد جهد كبير انا اتصور واضح بوزل من قبل الجيش والشرطة وده الجديد في المسألة والشعب ثلاثة شفنا سلاسية جميلة جدا فيها تنسيق فيها تضامن فيها رؤية تفاؤلية فيها اسرار وارادة على تجاوز المرحلة فيها رسالة قوية للعالم كله ان مصر وشعبها العظيم وقيادتها لا يمكن التدخل في شأنها الداخلي لا نحتاج تعليقات من احد انه عندما نفعل شيء حسن يعلقون او شيء غير حسن يعلقون المسألة هو مصير شعب ومصير امة وبناء نظام سياسي جديد قائم على الحرية وعلى العدالة وعلى تحقيق كل طموحات الشعب المصري بلا استثناء وبلا تهميش ومن ثم شهدنا هذا المشهد يعني ليس جميلا فحسبه انما وراءه الكثير من التساؤلات التي يجب ان يسأل كل مواطن شهد هذا المشهد يعني ويريد ان يجيب لماذا خرجت جمهة الشعب المصري الى ذلك هل هي اعتراضة على الموجودين في التحرير هل ده تأييد للمجلس العسكري في الحقيقة لها زوالها تلك هي انه هناك سلاسية جميلة الشعب والجيش والشرطة والمستقبل كل مواطن مصري بيفكر بهذه الطريقة كل الجرائد والمجلات العالمية اتكلموا عنه بشكل كبير جدا مشكل يخض يعني فعلا الانظار كلها كانت علينا كانت مفاجئة وانا اتصور ان مفاجئات الشعب المصري ستكون كثيرة في هذا النطاق وكلنا لاحزنا الفرق بين الانتخابات السنية دي وكل السنين اللي فاتت يعني في التجاوزات يعني تالي السنة دي كانت اقل في ناس عندهم تسعين سنة ما انتخبوه في شرعه لو كان في حاجات كمان بنشوفها يعني الناس كانت بتولع في الطريق عشان مثلا مرشح ما يوصلش كان في حاجات غريبة كده بتحصل من الانتخابات يعني ضوابط جديدة للعمل بيستفيد منها كل مواطن مصري بما يحقق مستند الى الكفاءة وليس مجرد الشلالية او العمل يعني كده مكسب من مكاسب الثورة الجميع يريد ان يكون المكاسب لكل مصر بنسأل حضرتك هل وصل لكم اي يعني معلومات عن تجاوزات او مخالفات داخل اللجان لا في الحقيقة لا انا عن نفسي روحت انتخابت برضو وكان في منطقة متطرفة من القاهرة ولقيت عارفة امن في كل حتة يعني حتى بدون ما يبقى فيه المظاهر الامنية اللي هي ملحوظة الناس كلها كانت بتساعد بعضها الناس كلها كانت بتقول يلا نشتغل التجاوزات مش تجاوزات نعتبر ولكن هناك البعض ما بيعرفش ما رحش قبل كده مش عارف الناس ما كانش في دعاية كافية مش عارفين مين ينتخبوا مين ففي منهم اللي كان بياخد يعني القايمة اللي هي موجودة قدامه بياخدها يعني بياخد بيسأل قبل ما بياتخدها بيسأل وانا اعتقد برضو ان الفوز الفوز التحقيق نسبة كبيرة بالنسبة للحرية والعدالة والنور والكتل اللي هي جاهدة تقدم في الاقتراع ممكن كان فيه ناس متواجدين بس ده نوع من المخالفات انه هما الناس دي تبقى متواجدة تعمل دعاية قبل هيا هما ما عملوش دعاية هما عملوا توجيه وبالتالي لا ينطبق عليهم بس برضو مفروض ما يبقاش متواجدين ولا ايه يعني انت ما تقدرش تقولي كده هو في الاول وفي الاخر انا عرفتك كمان هم كانوا بيبقوا متواجدين داخل اللجان لا ما شفتش حد منهم داخل اللجان ممكن متواجدين خارج اللجان من ناحية الطوابير حمايتها يعني حوار مع الناس اللي عايز حاجة بيعملها له اللي تعب بيساعده في انه ما يبقاش تعبان يجيب له دوة يجيب له مية اللي عنده مش عارف لجنيته فين ورقبه اين بيو كمبيوتر عشان يكشفه على رقمه اه مساعدات تقدر تقولين يا مساعدات فانت لو قلت عليها تجاوزات مش هيتمسيكي عليه حاجة هي مساعدة ده من المهمشي ولكن والمنتجات والمشروبات اللي كانت بتقدم ايضا ده برضو سواب لله يعني لا تقدريش تقولي مش رشوة يعني لا مش رشوة يعني انت ما تقدمي كباية مية العطشان مش رشوة يا رب تكون هي دينية يا رب يا رب تكون لكن انت برضو ما تلميش عليهم لومي على الاخرين اللي هما ما عملوش نفس الحاجة يعني في مرشحين اخرين ما قدموش نفس الخدمة للمنتخب يعني انا بتصور انه لازم نكون حسنين النية والنواية لازم يكون حتى الفريق اللي يكسب يكون برضو حريص بنفس القدر على مصر وعلى الاصوات اللي خدها وما يضيعش جهدنا يعني كده هباء يعني يعني ايا كانت النتيجة كان المشهد المصري مشارك جدا وناتمنى نكون لكل المراحل يا رب بالطريقة دي وما يكونش فيه اي خلافات او مشاكل نتمنى تعارك لسير العملية الانتخابية نتمنى كمان اصدر رئيس الوزراء الأستاذ كمار الجنزوري قرار بتأسيس وزارة لرعاية المصابين وكمان شهداء الصورة انا بصي بالنسبة للوزارة والوزارات ليه رأي فيها ولجموع الشباب كمان من حواراتنا مع بعض بنعرف نحب الاسم عارض اه يعني اسم مسمى وزارة او وزير او مستشار احنا مش فرق معانا او مين اللي يروح او مين اللي ييجي احنا عايزين خطوات ملموسة الناس تحس بيها المصاب يجد العلاج ويجد ما يعوده والشهيد واسرته يجدون حقوقهم على الاقل ده حد ادنى رمزي يعني الدماء التي سالت لا يمكن ان احنا حيما الشامعة الحقيقة اللي وصلت من هذا المكان فبالتالي احنا عايزين المسألة اكبر من وزارة ومستشارين وفي الاخر لا نتيجة لا احنا عايزين تفعيل لصندوق الشهداء حتى اللي موجودين اللي موجود فيه صندوق للشهداء موجود ما تمش تفعيله حتى الان يبقى فيه شباب متطوع على فكرة عايز يشتغل بدون اجر بدون ميديا بدون ما يبقى معلوم ده يساعد يساعد الصندوق ده او يساعد ما يتعامل لجنة ستة بدل ما نعمل وزارة ولها تكلفة ولها مصاريف ونرشد الانفاق نحطه فيه اللي هما معدومين يتدخل لابد برضو من على ذكر الكلام ده لازم بقى فيه عدالة ورؤية وحسن إدارة بدل ما نركز جهدنا في إنشاء هياكل وصرف دعايات هنا لا لابد ان يبقى فيه نوع من حسن الإدارة لما لدينا من موارد بمعنى انه ممكن يبقى فيه الصندوق ده يتعين له لجنة من الصوار نفسهم والشباب يقدروا يساعدهم في الوصول الى تفعيل هذا الصندوق ودوره بدل ما نعمل وزارة ونقعد نتخنق فيه حاجة تانية ممكن نستعين بالشباب مش لازم الوزير يبقى شاب ممكن نستعين بالشباب بدل المستشارين الموجودين حاليا وبياخدوا مبالغ طائلة المستشارين بيعملوا ايه لما احنا نروح ننعينهم المستشارين وكمان متعينهمش مستشارين حطيهم حطيهم وعلى فكرة لديهم افكار بناءة جدا ولديهم حلول بسيطة مش مكلفة بالمرة جربي ما احنا هتعود تخافي تقولي ما عندهمش خبرة ومالها يبقى ويمتعندهم خبرة قلناش كده تخلصي بقى نعينهم يعني حطي استعيني في كل وزارة مش لازم الشاب يبقى وزارة نازم الوزير يبقى شاب استعيني في كل وزارة بكادر او اتنين بلاش مسمى مستشار بلاش كادر او اتنين من الشباب الواعد السوري هيقدم افكار سورية السورية مش معناها ان انا اقف في بداية تحرم يافطة لا سورية ان انا سريع الحركة والاداء في الانجاز هو ده اللي احنا عايزينه انجاز طول ما وصلتي كلما وصلتي الخدمة للشارع بسرعة حسب التغيير هنغير بلدنا هنبني هنمشي عالطريق بدون عقبات يعني هو ده القصد المؤشرات العامة للمرحلة الاولى اللي انتخابات بتؤكد فوز اولا حزب الحرية والعدالة وبعدين حزب النور بعدين حزب الكتلة المصرية رأي حضرتك ايه والله هي مؤشرات اولية قبل النهائية قبل النهائية لسه في مرحلة اولى لسه في مرحلة تانية بس كان من الواضح منذ البداية ومنذ فترة طويلة انه انه الاخوان والسلخين اللي هم تواجد كبير جدا في الشارع مالش بقى يفصلين لي بقى قصة دي هم بيقوموا بدور قاموا بدور اجتماعي كبير جدا بمعنى الخدمات اللي انت قلت عليها اللي كانت عند اللجنة والبعض يقول عليها رشوة دي معمولة يعني في المدارس تلاقيهم اللي جان بتوزع الملابس المدارس باسعار فيه متاسر يد تمام في رمضان فيه برضو شغل ده من قبل والانتخاب يعني هما ده هما دوق اللي هما جماعة بدأوا بالعمل الاجتماعي والاصلاحي ولهم جزور ولهم ترتيب زائد النظام اللي هما طبعا بيتمتعوا به هما في اللجنة بيروحهم بيباتوا اللي قالك راح تسعة تمانية هما متلقوا من قداني الفجر هناك وقاعدين ومرتبين وموجهين ومنظمين ولهم هدف ولهم كذا اللي انا باخدوها الاخوان دلوقتي انا خايفة انه هما ينشغلوا بالسياسة هيبقى عندنا فراغ في المسألة الاجتماعية اللي هما كانوا بيقوموا بيها انا بتصور ان شباب الثورة هيقوم بالدور دلوقتي عشان تبقى عارفة ومين بقى هيمولهم لا يعني يعني حتة التمويل عارفة فيه تكافه الاجتماعي بين الناس وبعضها حتة ان الغني يعطي للفقير دي موجودة في الشرع المصري لم تنعدم لم تضيع وبالتالي نرجع تاني لموضوعنا انه ليه الاخوان السلفيين والحرية والعدالة والنور والكتلة وما الى ذلك عندهم خبرة في المسألة الانتخابية كويس جدا الناس برضو عايزة تجرب يعني يمكن يتقوا ربنا فيهم باعتبرهم يعني ناس بيعرفوا ربنا ومتدينين يعني الناس عايزة ده مؤشر على ان الناس عايزة الخدمات والخبز أولا دي مسألة ما فيهاش يعني جدال يعني كوني ألجأ لإنسان متدين لان انا تعبت من غير المتدين يعني 30 سنة تم تجريف في البلد بشكل غير مسبوق ضعت الغني ازداد صراء والفقير ازداد فقرا تقلي تحت السفر يعني بس ده مش معناه ان احنا ندي برضو الفرصة لأحزاب أخرى برضو ان هي يكون لها دور موجود يعني انا عايزة اقول انه مثلا فيه دلوقتي تخوف من سيطرت او انه حزب الحرية والعدالة والنور السلافين هما يسيطروا انتي شايف ان الخوف ده لا اي سيطرة